اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة القصة دي معروفة واختطاف امن الدولة منه سيدة كاملية اشحاتها وبعدين تسلمها الموضوع ده كان ليه اثر في الزج بيه في قضية فتنة برغم هو اول من بلغ غرفة العمليات الحقيقة كان قبل هو المفروض تواجده من الاساس في سجن تورا تحقيق على اساس ده مخصص المحبوسين احتياطيا فوقينا بعدين هو الوحيد اللي بتنقل للومان تورا المخصص المحكوم عليهم بالاشغال الشقة مع الجاسوس شركاء عزام وعودة طرابين والجاسوس بتاع الطاقة النووية وزنزنة انفراضية ما تتفتحش عليه التبول في جردل بحاجات كلها مخالفة دون تحقيقه بالدعات كسبة ومخالفة تماما لقانون تنظيم السجون ورفعنا دعوة في مجلس الدولة وكان ما عادى عشرين عشرين الشهر الجاري للأسف اتخدعنا تم معاملته الفتر الفتر دي كويسة وقلنا طب فيه امل ان هيبقى المعاملة احسن والمكان احسن للأسف استنوا طبعا بالتالي ما حضرناش جلسة الدعوة اللي طاعنه قدام مجلس اللي هو كان جلستها يوم عشرين عشرة بعد ما تأكدوا ان احنا ما حضرناش وجلسة شطبت في نفس اليوم فوقنا بنقله الى سجن الاستقبال فيه زنزانة انفراضية ما فيهاش دورة مية ما فيش نور مقفال عليه اربعة وعشرين ساعة جيمينه وشماله زنزانة المجنين وخبط ورزع طبعا الراجل حس بظلم والكلام ده مخالف تماما لقانون تنظيم السجون حس بظلم اضرب عن الطعام طبعا هو بقاله اكتر من يومين كان مضرم الطعام لغاية لما احنا عارفنا بلغنا الرئيس نيابة المعادي وقلنا له ان قبل كده كنا قدمنا بلاغ في عملية نقله الاولاني الحقيقة رئيس النيابة المعادي قال لي انا اولا البلاغ كان مقدمه ضد لقوا الاثبات ان فيه اضرب عن الطعام وتدور صحته وتاني حاجة باتهم مساعد ودير الداخلية اللي هو محمد نجيب ومأمور سجن الاستقبال ان هما بيحاولوا محاولة قتل الشيخ ابو يحيا باعمالهم المخالفة للقانون والتعذيب بأزئنا حياته وبرضو قتبت في الشاكوة ان الاسف احبيات ربط ان وراء هذه الاعمال قيادات كنسية وان الاب فولباتير متزعم تحريض الشرطة على القيادة السلفية وللاسف دي صفقة تقريبا بين القيادة الكنسية وبين وزارة الداخلية قابلت السيد المستشار احمد عز رئيس نيابة المعادي فاجئني قال لي خلي البلاغ معاك احنا بعدت رئيس نيابة رئيس نيابة من من نيابة المعادي وان هو انتقل وقابل الشيخ ابو يحيا والمأمور ونقله من المكان ده للدور التاني ومكان في دورة مية وهو انا اضرابه وهو اصبح راضي عن وضع ده طبعا انا لعدم ثقة في قيادة الداخلية لانهم لازالوا قيادات العدل قلت له طب يا سيادة المستشار انا عايز ازوره هتأكد من الكلام ده لان احنا خدعنا من الداخلية وانها في اضطهاد يعني ناس ما فيش ما بيلتزموش بالقضون ولا يعرفوه والكذب يجو ببرامج تلفزنية يقول لك كلام تاني خالص قل له اكذيب فطبعا ان كان لاتساعة عدلت تلاتة فقال لي طب خلاص يوم السبت روحوا بازني مني وقابل مأموره وقابله وتعالى وقول لي اخباره اه انا عمليا ما شفتش ان الشيخ ابو يحي انا هاضربه عمليا ما شفتش حالته ايه ولكن كلام مستشار رئيس النيابة اه اللي قاله انه هو انا هاضربه وانه راضي وتنقل من مكانه والمعاملة كويسة ان شاء الله حنشوف ده وبناءنا عليه ضعية بعض الزملاء بوقف الوقفة الاحتياجية والبلد مش متحملة البلد مش متحملة بس اعجلوها لغاية لما نشوف يوم السبت هالي الكلام ده اتطبع عمليا ولا لا ده بالنسبة لموضوع الشيخ ابو يحي نتمنى ما تكونش صفقة بين الكنيسة ووزارة الداخلية للتنكيل والاضطهاد اكتر من اللي لازم بالشيخ ابو يحي السلف وبنقول الكلام ده غلط البلد مش محتاجة مشاكل واشكرا نفس الكلام ده هو اللي كان بيحصل قبل الثورة وبعض الثورة ما فيش جديد وهانت أبو يحي مش هانت أبو يحي لشخصه لا دهانا للسلافيين كلهم والرموز الإسلام كلها بس